بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى مع الوحدة الأولى مقدمة عامة في تقييم وتشخيص صعوبات التعلم مع الدرس التاسع قياس وتشخيص السلوك والنمو الانفعالي والاجتماعي طبعا هو أحد مجالات التقييم الأساسية من الضروري علينا تشخيص السلوكات التي ربما تكون عائقا في طريق تعلم الطفل خاصة تلك السلوكات غير المقبولة اجتماعيا أو صفيا مثل سلوك عدم الانتباه أو النشاط الزائد أو العدوان أو الحديث غير النافع في الحصة والهروب من المدرسة والتمرد أو العصيان وهذه السلوكات السلبية تنتج عن أسباب مختلفة فقد يكون مثلا أحد الطلاب مشتتا داخل الصف بسبب اضطراب في الانتباه وطفل آخر يظهر نفس الأعراض لكن بسبب اضطراب عقلي وأيضا ربما نجد طفل آخر يعاني من سلوك معين يكون سبب عوامل بيئية كانفصال والديه مثلا وقد يكون سبب هذا السلوك مثلا نفسه أسلوب التدريس وقد يعود السبب لمشكلات في البيئة الصفية والمدرسية وغيرها الكثير من الأسباب من هنا فإن عملية التقييم يجب أن تركز على معرفة أسباب السلوك غير الملائم حيث أن تحديد مثل هذه الأسباب يلعب دورا مهما في تحديد مدى أهلية الطالب للحصول على خدمات التربية الخاصة مما يؤثر في طبيعة القرارات المتعلقة بالتدخلات العلاجية والقرارات التربوية هنا ينبغي أن يتضمن التقييم السلوكي أساليب متعددة وأن يتم في بيئات متنوعة مثل الغرفة الصفية وملعب المدرسة والمنزل وكذلك في أوقات مختلفة خلال اليوم لو انتقلنا الآن لنتعرف إلى مراحل قياس وتشخيص السلوك والنمو الانفعالي والاجتماعي هناك عدد من المراحل منها مرحلة التعرف المبدئي السريع وهذه المرحلة يقوم بها الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات أما المرحلة الأخرى وهي مرحلة التعرف الدقيق إلى الأطفال المضطربين انفعاليا فيقوم بهذه المرحلة الاختصاصيين في قياس وتشخيص الاضطرابات الانفعالية وذلك بعدة طرق كاستخدام مقاييس التقدير مثل مقياس بيركس أو مقاييس الإسقاطية مثل مقياس بقع الحبر لروشاخ طبعا هذه الاختبارات كثيرة ومتحددة إلى أنها تشكل عبءا على الطفل المستهدف إضافة إلى عدم دقتها من الناحية الفنية وصعوبة الاستفادة من نتائجها للأغراض العلاجية من هنا فإن المعلومات المستنبطة من المقابلة والملاحظة المباشرة قد تكون أكثر جدوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر